في إطار الاستعدادات لاستضافة مدينة العالمين الجديدة لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء قدم أبطال القوات الجوية عددا من الاستعراضات بطرازات مختلفة للطائرات وسط حضور جماهيري كبير عروض جوية مبهرة قدمتها القوات الجوية المصرية في سماء مدينة العالمين الجديدة وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للكدمات الإعلامية على هامش فعليات مهرجان العالمين الجديدة وقدم أبطال القوات الجوية عددا من الاستعراضات بطرازات مختلفة للطائرات وسط حضور جماهيري كبير تابع والتقط الصور المختلفة لهذه العروض القوية استعراض رائع للمهارات اللي مفيش زيها في العالم كله انت شفت العرض كان عامل زي محمود والدنيا كانت زحمة نصفة رحانة بالاستعراض اللي حاصل عرض حقيقي لمهاراتنا والقوتنا في سماء العالمين فكانت إضافة حلوة جدا جدا للمهرجان إضافة حقيقية في آخر أيام المهرجان أسود في الأرض ونصور في السماء شعار القوات الجوية ولسان حال الجمهور الذي تابع العرض المبهر مبدين إعجابهم بمدى الكفاءة العالية لأبطالنا في القوات الجوية المصرية بالإضافة لمشاهدتهم عددا من العروض المائية المتميزة في بحر مدينة العالمين الجديدة كان عرض ممتاز بصراحة وكمان المنظر كان حلو جدا يعني هم مش بيقدوا هم لوحة فنية بتترسم مع ناس فنانين بيرسموا كأنهم بيرسموا بالطيران بتعهم كأنهم مريشة بالنسبة للفنان بيرسم بيها ما شاء الله وكمان ختمها كان أحلى وأحلى حاجة مبهرة بصراحة وكانت كلنا كمصريين فرحمين بيها جدا جدا وشفناها برضو مبرح في التدريبات طحفة طحفة بصراحة يعني عرض رائع جدا أول مرة نشوفه بصراحة ما حصلش قبل كده فكان حاجة جميلة خالص حتى الأولاد استمتعوا بيها جميلة خالص الحقيقة كانت طحفة بجد مش أعرفة جدا لمصر وبعيدة عن المهرجون والعالمين كلها حاجة جميلة جدا بجد العروض الجوية المصرية تأتي في إطار الاستعداد لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقام بمطار العالمين الدولي من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي محمود جميل التلفزيون المصري اشتركوا في القناة